موسيقى 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 مرحيم العهوة يا دكتور نادر ايه ده؟ انتي اللي جاي بقى العهوة بنفسك يا رجوع؟ هو انا عندي أغلى ولا أعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى؟ ايه هو بقى؟ معنى يا ستي ان رجوقة حبيبتي أختي الجميلة سمحتني ومش زعلنا مني يا حبيبي هو انا عندي أعز ولا أغلى منك؟ انت أخويا وحبيبي وكل حاجة ليه في الدنيا يا نادر انت مش متخيل انا فرحانة قد ايه؟ انت رجعت ليه ولشغلك ولبيتك وللحياة كلها انا بس يا حبيبي اللي خايفة تكون زعلان مني ياريت يا حبيبي كانت يدي تقطعت ولا تمدت عليك رجاء بعد الشر على يدك وعلى فكرة بقى القلم اللي انا اخدته ده كان مهمة جدا من نسباني بسياك تستحليها لا موسيقى الخير؟ سارة لما انا تقطيش يا وليه يا انت انا هحبس المنطقة باللي فيها وحقفلها لكو برضو لغاية ما وصلها يا سعادة الباشا والله ما عرف حاجة وبعدين انت ماتك في قفانة بالتحديد ليه ما المنطقة كلها قدامة جاولة عشان تستغل بنوم من كسرة يعني يا سعادة الباشا الاختة الجمالات اخت فاضلة ولم نرى مينها يا سوق ايه حكايتها مع الشرطة قالكش انت دعوة يا عم الشيخ بنت كوريا فين؟ ايه اهي وات يا سوقا اخسى عليك يا والا بقى تاخد كوريا يا وات وتسيب امك حاكا علي يا ام حاكا علي مرة جاية اخدك معي انت وقال الحارة واعلاء باشا كمان اشتره يا يا سوقا استقترق علينا نبعد مع النجم يوم واحد ولي ايه ما كل يوم جاعد معاك وبيغني لي كل ليلة اه يا ام سوقا ايه جمالات فين؟ اه جمالات وانا بمعرفة باشا بكلمة من الساعة تمانية كده وهي ما بتردش ده انا حتى فكرتها خرجت معاك ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا السيادتك اه لو ما كانتش معاك يعني انت بفوق فيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمانة تصوت دي ايه سندس سبتيها لوحديها قلت تلك ما كلماتش لوحديها ممكن تحط ايديها في الغسالة وتتقهرها يا ايه وانا اعمل ايه برضو يا خيال مانا برضك لازم اخوي اخرج افوك عالنفسي شوية وانا يعني ايه كنت وليت ابرأة؟ بيت انتي انا حاديكي في ستين ده يا انتو كنت متسطرة على واحدة هربانة ده الاسود هربانة وانا بمعرفة باشا اه انا كل اللي عرفوا انها بيت محترمة وبتناس اه يا اكش بس يعني متخنق مع جزها شوية عشان كده احنا مكمرنا عندنا الحد اما يستلثم ولو كنت يعني ايه في الحرى انها قربتي ده عشب حدش دايق هيعلي وكده انت عالي يبقى تيجي معاها الحبسة بقى لغاية ما تفتكر هي فين وتجيبها لي من تحت الارض طب صلعنا بقى باشا صلع النبي بس كده اسمها هقولك هقولك بص بقى باشا لو انت شايف ان انا متسطرة عليها يبقى احنا الاتنين بقى كنا متسطرين مع بعض ليه بقى اظن الحرى كلها شاهدة ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا مواصفة منكم سر هي كانت بتكلم مع حد اللي معاك لقد انت تيجي معاها الحبسة من دلوقتي صلع النبي يا باشا صلع النبي كره ما تقصدش يعني بتفتها ده كلمتين امال فيه ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعمل لي فيها عبيض لو ما جيتش من نفسك كده وقلتلي هي فين انا هحبسك وكلكم وبخليها بقى تنفعك انا مال يا باشا انا انا السواف وخلاص اتلم بقى اتلم عطاني عشرة لا اله الا الله ولا هزوكم ولا هي البت جمالات نصبة وحرامية وثوابق انت هتودييني بداية انا اعرف ارفعتك فوقيام امشي قدام ارفعتك امشي امشي صارة انت مجنونة صح شكلك بقى بني ادم ولا كان شكلي يابل كده نكونش حاجة خالص بس على فكرة اللي يكتك النفسية عالية بتعرف تتحاول 180 درجة فمفيش تقدري تقولي كده انا كنت اخد اجازة من نفسي ورجعت بس احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة وانت ما سبتليش اي حاجة هو على انت وانت اللي اختفيت انت عايزة يدلوتي عاوزيني يا نادر طب ما انت مع نفسك انا مش هنا يا نادر خالص انا كمان محتاجة اخلص الاجازة بتاعتي وارجع بني قدمة طبعية محتاجة ارجع لنفسي بس ها مش واري اطول منك بكتير سارة انت عايزة تتعلق بجد بس خايفة خايفة عامل ده انا لوحدي اتي مش لوحديك انا جنبك وحافظ الجنبك وحاخدك من ايدك ووصلك لحد نفسك وحتشوف نفسك اجمل بكتير من دلوقتي مش هتسابني وتمشي زي المرة اللي فاتت انا مسبتكيش انا استنيتك وانت جيتي وصارة ان انا مش هنتجوز تبقى زوج مبيحصلش كتير على فكرة تروح جاهزة شنتتك واتصل بقهلك وشوفي هتقوله اللي انت هتقولي فين وأنا هعدي عليك في البيت بكرة الصباح انت عرف؟ هتوحشني أعوي لأيوم اللي كنت شاردهي فيها وانت عارفة هتوحشيني جدا لحد ما تبقي شابهي زي مانا دلوقتي لا 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 وكيلي بقى الوش ده ده انا واخدالك اجازة يومين واعدين في وش بعض احكيلي بقى ايه اللي مضايقك فتفاضي وخرجي لجواك سرك في بير ما تقلقيش احكي علاء صعبان علي علاء مين الزبط بهدلته معايا سيبته لحد ما حبني وبعدين حطيته في أصعب موقف خليته يختار ما بين حبه وشغله ولما اختار شغله ازعلت منه فكري في مفسك دلوقتي وهتطلعي من اللي انتي فيه ازاي وهو لو بيحبك هيستنك خدلي غياري دومك كده ورياحي نفسك انت شكلك تعبان قوي مكسوفة مني؟ او ديوشي ناحية تانية عشان تغياري؟ لا مش مكسوفة مستغربة قلي خليك تستقبليني في بيتك مع انك عارفة ان وجودي عندك خطر عليك والله انا نفسي معرفش يمكن عشان انتي من ناحية سوكا اذا كان سوكا نفسه مش موافق وكان نفسه انك تقولي لأ بس بصراحة لما كري حكيتلي حكايتك صعبتي عليها وعرفت قد انتي مظلومة وبعدين قلت مش هبقى انا ودوني عليك بجد الواحد بيكتشف معادل الناس وقت الشدة قد ايه كان في ناس قريبين مني وبعوني من غير اي سبب وفي ناس ما عرفهمش ووقفوا جنبي يعني انتي كوريا وشكري وسوكا وقفتوا جنبي بدون اي تمن عانك ممكن تسيبوني في الشارع ويتقبض علي عادي يا ما هتقبلي ناسي عادي المهم اللي اشتروك اوعي تفرطي فيه لان مفيش عيب اكتر من انك تبقي محتاجة حد ويبيهك بقولك لا نوال كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده اسمي ست ناني ماشي يا ست ناني كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع يا ست ناني ما عنديش وقت استني بس استني بس تسيز علينا مني ما يحكمش بسيتي كبداكي كبدا بسيتي كل ده بصي انا قابلك بكها قدام المحل الصبح وفطانك على كل حاجة ماشي افكر 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 الله يحجيتني الشل دوما قاعد افكر 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 المترجم للقناة صباح صباح نوري هاند هو حضرتك ولا حضرتها؟ أنا طيب حضرتك ممكن تملي الاستمارة دي أنا من جاهز قط الكشف قط ليسا أنا بعمل حاجة صحة مش كده أكتر حاجة صحة عملتها في حاتك غير إنك قارفتيني طبعا عمري ما حد فضل معي لحد الآخر يا نادر في أي حاجة بعملها هتفضل معي لحد الآخر صار هانتي لسه عمرك طويل إن شاء الله ولما تبقي صارة تانية غير صارة اللي أنا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس الناس مراية صارة بتعكس أنت شايف نفسك إزاي صارة أنا عندي ثقة كبير جدا فيكي ومراهل نفسي عليكي وعارف إنك هتبقي جامدة هتعدي المرحلة دي ما تخافيش من أي حاجة أنا جمك للآخر هاتي الوراق وتفضلي معي خلاص يا نادر خليك أنت وانا هكمل خلي أسراري التباية بتاعتي أنا لحد ما يبقاش في أسرار خالص هيتحكي لك كل حاجة ينادي طب خليني أجي أقف معاك لا امشي أنت وروح شوف شغلك وحياتك وأنا أول ما عرف النظام هنا هكلمك أبلغك ونشوفي حد دولنا معي تيجي تزورني فيه صارة خالي بالك من نفسك وخليكي جامدة كل حاجة هتعدي إن شاء الله يلا ما خلاص بقى نوال كبدك يغلط وبيصلح بقى عشان محبيتك تقولي حقولي جوزك على لوح السرير المكسور والحسانات اللي في جسمك والسيقات ليه واحدة جايبها من الشارع يا بنت بهزر بهزر يعني أنا هقوله أدي راسك أبوسة لو زالك أوع كده ما خلاص بقى نوال ما أنت عارف إن الكوريا كانت عاملي مشاكل بس أنا خلاصي بتاني ما فاضليش غير النونة وهب لنا بقى وبريالة وحصدقك أنت ديلك عمره ما يتعدل يا كبداكي ده أنا حفظاك أنت بس مش لايد عليك شغلانتك العرّة في المحل والخدمة على الزباين وعايز تخدني سكة تصدق يا عيب عليكي مش أنا نوال أنا راجل مش أنا اللي أكبر من سكة حورة وكمان الموضوع اختلف أنت ما بقيتش متجوزة وأنا ما بقيتش خاطب يعني إحنا البعضينا هو الموضوع فعلا يا أخي اختلف والرجالة بقت حوالي زي الرز كده ويتمنوا لي الرضا أرضا طب وهيمة هم؟ هيمة السجوء كبدا الحمام نوال أنت بقى عشان أرض عليك تبين لي كرام رقبتي بتعوني واقف لي زي السلمة المكسورة في الطلعة والنزل فبعدوا عني عشان العايزة جرب أزاء ولا ليه شو أدواء أزايتي هم؟ هو أنا المفروضة أسيب فلوس هنا ولا بعمل إيه؟ الدكتور نادر أول ما حضرك دخلتي دفع لينا مبلغ كبير من تحت الحساب هو كمان تلع فوق وحاجز لحضرتك القودة اللي عليك جنينة عشان قال لي إن حضرك بتحيب الخضر قبل مصابي لينا رقم تليفونه عشان لو وحتاجنا أي حاجة متصل بيه طميم طيب ممكن حد يوريني قطي؟ يا نهارك اسمي دي يا شجري انبارع بالليل كل ده حصل وما تقوليش فين في السيدة زينك انت زي تتصرف من غير ما تقولي دي أنا حخرب بيتك اسمع انت جيني دلوقتي حالة ها؟ فيه عني هايد يا سيدي الوقت الضابط اللي في الحتة دي حكيتلو على كل القصة وميطاردها يا نهاري سويل هي بنتك الجنينة ولا إيه؟ قلبها يا سيدة قلبها؟ هو قلبها دا متركب إيه؟ شمال؟ من المرمي قدامها هو ما حبيتنيش ليه؟ أحبك إنت إيه يا قدامة أنت حبك حتى في بورسي وإنك إيه؟ هايد يا سيدي هايد يا سيدي حكت الحكاية كلها الواحد ضابط في الحارة وهربت فأنت لازم تيجي فوراً عشان نقعد ونتكلم ونشوف هنتصرف ازاي في المصيبة دي يعمل معروف ف... صباح الخير يا بو طالب ولا تحب أقولك حياك الله يا شيخ